بسم الله الرحمن الرحيم من طبيعة الحال أن كل صاحب مبدأ خصماؤه يحاولون أن يستميلونه إلى ناحيتهم ولذا يعدونه الرضا عنه إذا ما لنحوهم لذا يا رسول الله ما دمت على الحق فلا تتوقع رضا أصحاب الملل الباطلة عنك الله تبارك وتعالى في هذه الآية يبين لنبيه أن وعدهم بالرضا عنه سراب خادع ويجب أن لا يغتر به الإنسان فلا تتوقع يا رسول الله رضاهم عنك ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى إلى الأباد حتى وإن أظهروا ذلك أو وعدوك يا رسول الله متى يرضون عنك حتى تتبع ملتهم الملة بمعنى الطريقة والدين فلو دخلت في طريقتهم يرضون عنه فإن كل ذي طريقة أو كل صاحب هوى اللي يخشى الحق وأهله لا يرضى عن صاحب المبدأ إلا بدخوله في طريقته تماما وكماله فأصحاب الهواء يخشون الحق وأهله لأن الحق يفضحهم أو يزلزل سلطتهم فلا يرضون عنه إلا باتباعه لهم ما في الماء قل إن هدى الله هو الهدى قل يا رسول الله لا يهمني رضاكم بل المهم رضا الله إن هدى الله الذي هو الإسلام هو الهدى الصحيح فقط دون ما سواه من اليهودية والنصرانية فعنها اتباع للهوى ولئن اتبعت أهواءهم في دينهم المنحرف الذي ليس من عند الله تبارك وتعالى بعد الذي جاءك من العلم بحقانية الإسلام وشرائعه وبطلان اليهودية والنصرانية إذا اتبعت أهواءهم ما لك من الله من ولي ولا نصير يعني ليس لك من طرف الله تبارك وتعالى من ولي يلي أمورك أو يحفظك من عقاب الله ولا نصير ينصرك عليهم الذين آتيناهم الكتاب يثلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا رسول الله لا يحزنك عدم رضاهم عنك وعدم اتباعهم إياك فهناك جمع من الناس سيؤمنون إذا تلوا الكتاب حق تلاوته الذين آتيناهم الكتاب مثل التوراة والإنجيل يتلونه حق تلاوته يعني إن تلوه حق تلاوته أولئك يؤمنون به التلاوة بمعنى الاتباع يعني يتبعونه اتباعا حقا بالقراءة والفهم والعمال أولئك يؤمنون به يعني يؤمنون بالنبي صلى الله عليه وآله أو يؤمنون بالقرآن أو بالإسلام أو يؤمنون بكتابهم إيمانا صحيحا لا كإيمان المعاندين الذين يأخذون ببعض الكتاب ويتركون بعض الكتاب وفي الحديث الشريف سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوله عز وجل الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به قال هم الأئمة عليهم السلام وفي حديث آخر في تفسير هذه الآية عن الأمام الصادق عليه السلام يتلونه حق تلاوته قال عليه السلام يرتلون آياته ويتفقهون به ويعملون بأحكامه ويرجون وعده ويخافون وعيده ويعتبرون بقصصه ويعتمرون بأوامره وينتهون بنواهيه ما هو والله حفظ آياته ودرس حروفه وتلاوت صوره ودرس أعشاره وأخماسه حفظوا حروفه وأضاعوا حدوده وإنما هو تدبر آياته والعمل بأحكامه قال الله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون ومن يكفر بالكتاب بعدم تصديقه وبعدم العمل به فأولئك هم الخاسرون في الدنيا وفي الآخرة أما الخسارة في الدنيا فلأن منهاج الله تبارك وتعالى هو المنهاج المسعد في الحياة فإذا أعرض عنه الإنسان كانت معيشته ظنكة وأما في الآخرة فللعذاب المعدل الكافرين وهذه الآيات عريضا بأهل الكتاب لبيان أنهم ليسوا بمؤمنين إذ لا يعملون بكتابهم وصلى الله على محمد وعالها الطاهرين ترجمة نانسي قنقر